طيب قانون العقوبات الجزيد فيما يتعلق بالتلفظ بكلمات خادشة ومخلة للحياء في الأماكن العامة اليوم القانون جاء بعقوبات صارمة لكل ما تسوي له نفسه بأن يحدد خللا على المستوى الساحات العمومية من تلفظ لكلمات خادشة للحياء بإقراره لعدد من العقوبات غرمت مالية وتصل إلى حد الحبس في نظرك هل يمكن تطبيق هذا القانون على أرض الواقع؟ نعم بسم الله وصلاة والسلام على رسول الله نعم هناك للأسف في الآوينة الأخيرة تفشي بعض الظواهر والسلوكية الغير أخلاقية التي كانت بعيدة عن مجتمعنا وعن عرافنا وهي دخيلة للأسف وذلك فيما يتمثل بالتلفظ بعبارات خادشة للحياء في أماكن العمومية والمقصود بالأماكن العمومية هو كل مكان مفتوح للجمهور ومفتوح للعامة لذلك تدخل المشرع الجزائري باستحداثه لنص تجريمي لكل تلفظ بأي عبارة من شأنها أن تخدر حياء المواطنين في الأماكن العامة لكن هذا النص القانوني قد حدد تحديدا دقيقا بهذا الفعل الإجرامي بحيث أن المشرع هنا قد حدد دابعين واقعتين أساسيتين الواقع الأولى لأنه النص ينص صراحة بعقوبة الحرس والغرم أو بحداهتين العقوبتين على كل من قام أولا بفعل والمقصود بالفعل هو كل عمل أو كل آداء من شأنه أن يشكل أمرا فيه مساس أو خدش للمواطنين في الأماكن العامة لذلك نجد في النص القانوني كل من قام بفعل أو تلفظ وبالتالي بش نستفهم موش غير واحد يطيح ولا يقول كلام عيب في سحرة عمومية وحتى ما نقام بفعل يقول لي واحد وشنو هو معناته الفعل ونقول له كل إشارة من شأنها أن تشكلها أن تخدش حياء العامة مثلا واحد يرفض التليفون كما رأنا نشوفه في البيس ولا في القحة ويدخل تيك توك ويدير واحد يسيبه يقول في كلام عيب وكذا 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 ونزقع تسمع احنا هذا فعل يعاقب عنه موش هو اللي يتلفظ بهذا الفعل وبالتالي المشرع الجزائري حدد يعني قد حدد قال كل ما قام بفعل مهما كان هذا الفعل إن كان هذا الفعل فيه مساس وفيه خدش في حرمة المواطنين في الأماكن العامة وفيه أمور غير أخلاقية يعاقب بالنص أو كل من طلف وبالتالي هنا باش الناس تفهم مش هي معناتها النص القانون الجديد ليداره مش هي معناتها غير يسب إلا ما سبش معنات الجريمان الغير لا حتى لو كان يدير فعل يدير حركات اللي الناس لا يدير فيهم يقدر ما يسيبوش يديرو حركة وهذه الحركات تعبر عن فعل والناس تشوفها فيها خدش للحياة صحيح وبالتالي كل من قام بفعل أو تلفظ لها لكن يبقى هنا علامة استفهام فيما يتعلق بالإثبات لأنه اليوم كيف يمكن أن نثبت أن هذا الشخص قام بفعل مخلن بالحياة أو بتلفظ هذا هو الإشكال لأنه اليوم يقودنا الحديد إلى ثقافة التبليغ أيضاً هذا هو سؤال مطرح شكراً لكل حال المشاريع الجزائري نصف أحكام المدى 297 من قانون العقوبات وعرف تعريفاً دقيقاً ما المقصود بالشبه ورجوعاً إلى سؤالكم وهو سؤال جد مهم فيما يتعلق بطرق الإثبات وأليات حركة تعوى العمومية بخصوص هذه الجريمة وهذه المخالفة وبالتالي تخضع لأنه يجب هنا أن نفرقاً ما بين النص القانوني في حد ذاته وليات تطبيقه وبالتالي هنا المشاريع الجزائري بمجرد قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية يستطيع الضبطية القضائية التي تقوم بتحري البعث التحري في هذه المجال أن كل وسائل الإثبات بمعنى أن هذه الجريمة يتم إثباتها بكل وسائل الإثبات يعني بالتوسيق الفيديو وغيرها؟ أكيد أكيد إن كانت هناك كاميرات في الساحات العمومية أو هناك أدلة أو هناك شهود أو هناك من تضرروا وقاموا بالتبليغ المبلغين إلى غير ذلك وبالتالي كل وسيلة أو كل طريقة من طرق الإثبات تؤكدوا فعلاً انتساب هذا الفعل لمرتكبين سأعود لك أستاذ عبد العزيز محمد صديق حتى نواصل في هذه النقطة بالذات لأنه نوعاً ما المجتمع الجزائري متخوف من تأسس كطرف مدني في مثل هكذا قضايا تخوفات موجودة هنا فيها المجتمع الجزائري سأعود لك بعد فاصل إشاريم تابعين الأكاريم ابقوا معنا الأكاريم متواصلنا معكم في هذا الموعد الإخباري وفي ملفنا المخصص للنقاش حول قانون العقوبات الجديد وفي نقطة جد مهمة فيما يتعلق بعقوبات تصل المتلفظين بالكلمات الخادشة إلى حد الحبس وغرمات مالية دائماً مع الأستاذ عبد العزيز محمد صديق أستاذ ربما قبل الفاصل تحدثنا على نقطة جد مهمة أنه اليوم كيف يمكن تطبيق هذا القانون بحذافره في ظل أن المواطن الجزائري لا يحمل هذه سمة تبليغ وأيضاً الوقوف في أروقة المحاكم كشاهد عيان على الواقعة فما هي في نظركم أنتم مختصين في القانون ما هي الآليات الأنجع من أجل تطبيق هذه القوانين على كل حال الهدف من وضع نص قانوني هو تنظيم ظاهرة معينة هو تنظيم شؤون المواطنين ووضع حد لظاهرة معينة ومكافحتها ومحاربتها وذلك في استحداث نصوص قانونية عقبية رادعة لهذه الجريمة وبالتالي أنا ربما في فلسفتي الخاصة أرى أنه لسيما هذه الجريمة وهي جريمة أخلاقية جريمة مسة وغريبة عن المجتمع الجزائري يجب في رأيي أن يكون هناك إجراءات استباقية قبل اللجوء إلى تطبيق هذا النص مثلا أنه كل من قام بفعل في رأيينا تصورتها في لما لا يكون مشروع قانون أنه كل من تلفظ أو قام بفعل خادش في الأمانك اللغمية هنا تدخل مباشرة الرجال السرطة ونهضر بالدرجة بشكل نصف فهم ديله لو بروسي عشر ملايين ولا خمسين مليون تحرير فوري للمخالفة كما نقوله المخالفات المرورية المخالفات المرورية محتى الشهد صحيح يدين له بروسي خمس ملايين عشر ملايين تسبيت خمس ملايين عشر ملايين يعطي له أجل 30 يوم إلا ما سددش البروسي هذك الغرامة هذي تقع عشر ملايين ولا خمس ملايين وغذي الغرامة تروح الخزينة العمومية إلا ما سددش يتحال الميل افتعه ويعقب نقدره نديره آلية واحدة أخرى إلا في 30 يوم ونهونا في 40 يوم في الأجال اللي وضحها مثلا في مشروح هذا القانون ما سددش هاته الغرامة يستطيع أنه شخص هذا أو شاب أو أي شخص آخر أنه يقدم له بالنيابة العامة بحق العمل للنفع العام قال لي ماكش قادر تخلص البروسي عشر ملايين عندك ربعين ساعة وتروح تنقي الساحة هذي اللي سبيت فيها مش تعرف اللي إنك الفعل هذي من بين الوسائل هذا لا يعني أنه النص هذا عاجز أو لا لا يعني النص موجود وطرق الإثبات هي طرق الإثبات المعبول بها في قانون العقوبة سواء في الجريمة هذه أو في جريمة أخر لكن الأمر اللي طرقت له كذلك أمر مهم ومهم جدا وهي ثقافة التبليغ وثقافة الاتحاد ويجب أن هذا النص أن يتبنىها المجتمع وأن يتضمن فيما بينهم نجد محاربتاته الظاهرة لأننا كنا نمعينيون لأنه للأسف للوحدي خاف يدخل مع أخوه القهوة ولا يمشي مع العائلته أو ولنا ليجون مريحين في قهوة فيبو بعضهم يتلفظوا بعبارات خادشة للحياة ما يديروش كذا على هذا الأساس يجب أن تكون هناك ثقافة التبليغ يجب أن يتدخل المجتمع بإرادته يعني بإرادة قوية في باب تبليغ في باب إثبات هذه الجريمة عن طريق شهادة شهود وكذلك يجب كذلك أن تتدخل دولة جزائرية بوضع ما يسمى بكاميرات المراقبة الرقمية وهي وسيلة من بين أهم الوسائل التي حاربت بها بعض الدول الجرائب مثلا في بريزيليا في بعض المناطق التي تعتبر مناطق خاطرة يتم تنصيب كاميرات المراقبة مثلا في شنوب إيطاليا السلطات الإيطالية لجأت إلى وضع كاميرات مراقبات رقمية صوت وصورة على مستوى الحافلات على مستوى الحافلات على مستوى الأماكن العامة على مستوى الطرقات وذلك لحماية مواطنيها وإعطاء يعني إثبات قانوني لمتكبي هذه الجرائب كذلك فيما يتعلق لو كنتسمح لي فقط فضل نتكلم كذلك النقطة مهمة ومهمة جدا لسيما فيما يتعلق بالترخيص اللي تكون بالنسبة لأجهزة الحساسة لسيما كاميرات المراقبة صحيح لاحظوا أن القانون وهذا نداء يمنع مني باعتبار ناشطة حقوق هذا نداء إلى سلطات المعنية وسلطات المقصة أنهم يعودوا نظر في هذه المسألة واحد يدير كاميرات سيروينس مثلا الحي معين لجنة حي كين السرقات سرقوهم دارولهم يحبوا يروحوا يمشي ويديرون نظام كاميرات المراقبة باش يأمنوا عائلاتهم يأمنوا ما نشن قل بالأمن ما كاش كالأمن أمن كين بارمانوس عشفانتكات ولكن كاميرات المراقبة تساهل كذلك عمل مؤسسة الأمنية ما نقدرونش حنا في كل أحبار ندروا لبوليس ولا في كل حين ندروا سرطي وبتالي حتى التحقيق يأخذ وقت وبتالي من خلال بحث التحري ومن خلال شيء خبرتنا نجد أنه كاميرات المراقبة تلعب دور كبير في الوصول إلى مرتكبي هذه الجرام وعدم تملصهم وبتالي يجب مراجعة كيفية الوصول على ترخيص كاميرا مثلا تروح تمشي للا ولاية للا دراج تروح تقدم طالب هم بعد هذا طالب الشراء هم بعد دير مراقبتين أمنيتين يطلقوا تروح يتكره تبسيط الإجراءات حتى صحيح من قدرون إنهم مرحوا كاميرا يصورون يتكلم وما نعقدون المسألة قدما انعمموا هذه الخاصية قدما ربما نقسم عملية الجرماء نعطوه الشديكين رجال ضبطي القضائية شدي أقول السلطة لرئيس أمن دائرة ولي على باله في المناطق الخاتل أقول له ضمن ديوين الترخيص وعلى باله في مجال الترخيص باش يساعدوا يقولوا المواطنين ينصبوا كاميرات المراقبة هذه وتكون في خدمة المصالح الأمنية والدولة كذلك نقطة أخيرة فقط سيد عبد العزيز محمد صديق اليوم تطبيق قانون العقوبات أو عدد من القوانين التي يصعب ربما تطبيقها على أرض الواقع مرهوم بماذا؟ هي مش العبارة بشي صعب لا تطبق على أرض الواقع لكن هناك كثير من تصطدم بماذا؟ بواقعات الإثبات لأن المخالفات أو الجنح أو المحكمة الجزائرية في هذه الباب هي محكمة دليل وبتالي ينهار لدي المحضر المخالفة يقول لك أنا ما سبيتش مسيدة يقول لك أنا ما سبيعت أو شوط يسمى أنكر أنكر وممكن حتى دليل يفيد القاضي وبتالي القاضي مسألة جسر بلا عدال إراءة أنه ليه توجد أي عناصر تفيد إتهام أكيد نحن نتكلمو على آليات الإثبات الآليات الإثبات موجودة خاني أقول لك عدنا مشكل وين في ثقافة تبليخ تلك الناس كل تتكلمها وفلان وما نقدرش نرك في البيس وهناك الناس رأي تسبو الطيح في في طرقات بكلام خادش للعياء وكذا نالي تقول له أرواح نكفعها أرواح سيضيح ينقع قدركم أرواح قدمش يقول لك أنا ما روحش ما طلعش المحكامة وما نقول لي شاهد وبالتالي يجب أن نتحج جميعا سواء في هذه الجريمة أو في جرائم أخرى مثل جرائم مخدرات يبقى له قدام تاقة عدار يخافي عدار منها صحيح هناك مصالح أمنيات حميك هناك حميات المبلغين هناك أليات وبالتالي هذا إما جهل عن النصوص القانونية وترسال القانونية دولة الجزائرية أو خوف لا أدري لماذا يجب توعية المواطنين المجتمع المدني يقوم وتوفير أيضا وإضافة صحة نقوم بعملية توعبية المواطنين لمكافحة هذه الضواهر الخطيرة والتي ليست فقط ظاهرة بل هي جرائم تقوم بتقديم ضرر كبير للمجتمع صحيح شكرا جزيلا لك أستاذ عبد العزيز محمد صديق مستشار قانوني ومحامي معتمد لدى المجلس كنت ضيفي اليوم في هذا الملف جزيلا شكرا لك شكرا لك سيدي شكرا موصول لكم شكرا